أعدك أنني لن أضيع وقتك سأختصر عليك الموضوع لا شك أنك جربت طرق أخرى لتعلم اللغة ولكنها لم تجدي معك نفعا جربت اليوتيوب ربما جربت تطبيقات الموبايل مواقع التواصل الشماعي مواقع على جوجل ولكن ما زلت لا تتحدث باللغة التي تريدها تتحدث بها لهذا أنت تشاهد هذا العرض السؤال الذي يطرحه الجميع ما هي أسرع طريقة ممكنة لتعلم لغة معينة أنا متأكد أنك لن تجد طريقة أخرى لتعلم لغة مثل ما ستجدها في يسين أكاديمي لهذا انتبه جيدا لما سأقول أنا لا أتكلم اللغة الإسبانية لأنني رأعت في إسبانيا أو خلقت هنا بل خلقت في المغرب ثم راحلت إلى إسبانيا يعني بسين كبير جدا وتعلمتها بالطرق الخاصة يعني لو كان هناك أستة يعلمك اللغة الإسبانية وهو إسباني فلن تستفيد منه مثل ما ستستفيد مني أنا لماذا؟ لأنني مررت بما تمر به الأنت الآن أعرف نقاط الضعف أعرف أين هو الجرح وأذويه أما أستاذ أصلي فهو لن يستطيع تعليمك لغته لأن لغته اكتسبها منذ كان طفلا لا يعرف ما هي نقاط القوة نقاط الضعف التي تواجهها أنت يعني كطالب كمتعلم راشد هذه المرحلة هي تفيد لكن عندما يكون لديك مستوى متقدم في اللغة وتريد تطويره إلى مستوى أعلى نعم يفيد أن تتعلم من خلال أستاذ أصلي هذا لا يعني أن في يسين أكاديمي هذا غير موجود بل كل ما ذكرته موجود هناك ثلاث اختيارات لتبدأ تعلم لغة الاختيار الأول وهو الاختيار التقليدي وأن تذهب إلى مدرسة أو معهد الحي تذهب وتدرس بالطريقة التقليدية طريقة ثانية هي أن تتعلم عبر الأنترنت عن طريق فيديوهات في اليوتيوب عن طريق واقع التواصل الاجتماعي ومقالات على جوجل طريقة ثالثة هي أن تتعلم مع أستاذ على المباشر يعني أن يفتح كلمة فيديو ويشرح لك الدروس بشكل تدريجي كل هذه الطرق الثلاث لديها عيوب ولديها مميزات أصبر معي قليلاً لأن من المهم أن تفهم المشكلة التي أنت واقع فيها حتى نتخطاها ونبدأ مرحلة جديدة تعلمك في مدرسة أو في معهد مميزاته هو أنك تلتقي مع الأستاذ على المباشر يعني في أرض الواقع تلتقي مع الطلبة يمكنك أن تزاوي اللغة أن تمارسها من عيوبه وأنه يحتاج إلى وقت كبير جداً وأغلبية الأشخاص ليس لديهم ذلك الوقت ربما الشغار، ربما الدراسة، ربما المجموع من الأشياء إذا كنت أمرأة ربما ترابة بيت لديها أبناء ربما يتعمل فهنا عائق الوقت بالإضافة تكون هناك تكلفة تدفعها بشكل شهري إذا لم تكن هناك تكلفة، هناك مدارس مثلاً تكون مدارس عمومية تدرس دروس بالمجان بالمجان لأن ساعة أو ساعة سين في الأسبوع يأتي أستاذ إسباني يتكلم معك أبا الإسبانية لا تفهم أي وزة وتذهب بحالك إلى منزلك لهذا لأنها مجانية من ضمن عيوب هذه الطريقة وأنك عندما تنضم إلى مدرسة معينة غالباً تجدهم قد بدأوا مسبقاً بشهر أو شهرين يعني قد سبقوك في الدروس والأستاذ يحاول أن يدمجك معهم وكل هذه الأمور تشتت الطلبة وتركيزهم في تعلم اللغة بطريقة متسلسلة لأن من أهم العوامل أن تتعلم بطريقة متسلسلة ومنظمة الطريقة الثانية التي تكون عن طريق الأنترنت بصفة عامة بطريقة مجانية يعني أنت لوحدك تدخل وتبحث في الفيديوات على اليوتيوب مقالات، تطبيقات إلى آخرين ما هي مميزة هذه الطريقة؟ مميزتها هي أنها مجانية فقط لغير من عيوبها تحتاج وقت كبير جداً حتى تتعلم معلومة معينة لأن المعلومة تكون مشتتة ومبعترة ولا تعرف من أين تبدأ وتجد نفسك تائهاً لكنها مفيدة إذا كنت تدرس مسبقاً وتتبع منهج معين وتضيف هذه الطريقة فقط لبحث عن المعلومة معينة مثلاً أنت تدرس وتتبع منهج محدد ونقطة معينة لم تفهمها جيداً في ذلك المنهج فتأخذ تلك النقطة وتبحث عليها في اليوتيوب يعني مفيد جداً إذا كنت تريد أن تبحث عن معلومة محددة بالدب وليس أن تتعلم من السفر إلى الاحتلال لأنه ليس هناك منهج الطريقة الثالثة هو أن تدرس مع أستاذ على المباشر يتكلم معك عن طريق مثل تطبيق زوم أو جوجل میت مثلاً أو أي تطبيق آخر من مميزاتهم هو أنك ستدرس مع أستاذ على المباشر إذا كان أستاذ طبعاً عربي إني أشرح لكها باللغة العربية إني كمبتدئ ليس أستاذ أجنبي أستاذ أجنبي لا أنصح بها بتاتة فقط ستضيع مالك على الخاوي دائماً أقول أنا أتحدث عن من يريد تعلم اللغة من السفر ما إذا كان لديك مستوى مسبق في اللغة فهذه الطريقة أيضاً مفيدة لكن من عيوبها أن تكون مكلفة كثيراً لأنك تدفع ثمن الساعة وليس ثمن دورة تحتاج إلى ساعات كثيرة وحساس كثيرة حتى تتعلم اللغة لهذا قلت أنها طريقة غير منصوح بها بتاتة إذا كنت تتعلم لغة من السفر إلى الاحتراف فأنا في يسين أكاديمي أقدم لك تعلم لغة من السفر إلى الاحتراف الآن دعونا نتحدث عن المنهج الذي أتت به يسين أكاديمي لحل كل هذه المشاكل في يسين أكاديمي هناك دروس مسجلة مثل ما يوجد على اليوتيوب أو على مواقع أو على تطبيقات إن هناك محتوى مسجل مسبقاً يعني أنها دروس مشجلة يمكن ماذا؟ أن أشاهدها وأدرسها عدد المرات التي أريد في أي وقت أريد وفي أي مكان كنت الميزة الثانية في يسين أكاديمي نقدم لك مجموعة من المحتوى عن طريق مقاطع صوتية بأصوات أشخاص أصليين لتسمع اللغة لتمارسها من أصحابها الأصليين أما الفيديوهات التي يكون فيها شرح قواعد فتكون مسجلة من طرف الأستاذ المشرف أو الأستاذ المشرف على الدورة التي تكون باللغة العربية التي يفهمها الجميع التي أتحدث بها لآن إن تفهم القواعد من خلال فيديوهات بتصميم رائع جداً وبجودة عالية جداً من طرف أساتدة عرب متمكنين وعندما يأتي قسم الممارسة حتى تسمع مقاطع صوتية وتعيد من ورائها وتسمع نصوص وحوارات وجمال إلى آخره فهي تسمعها بأصوات أشخاص أصليين متحدثين أصليين وهذه الخلطة لن تجدها في مكان آخر من غير يسين أكاديمي فلو كنت تدرس على المباشر مع أستاذ عربي يعني أنه سينطق الإسبانية بلكنته العربية قد تكون فيها أخطاء وهذا شيء طبيعي جداً لو كنت تدرس مع أستاذ أجنبي فلن تتعلم أي شيء لو كنت مبتدي لأنه يشرح لك ما لا تفهمه بلغة أنت لا تفهمها هذه أيضاً مشكلة الأشخاص الذين يدرسون في المعاهد أو في المدارس مع أساسي الأجانب أيضاً في يسين أكاديمي هناك حصص تكون على المباشر يتم حزم معك موعد باليوم والساعة لعمل اختبار على المباشر مع الأستاذ المشتف على الدورة فنحن في يسين أكاديمي جمعنا جميع مميزات الطرق الثلاثة وتركنا عيوب الطرق الثلاثة لم نحتفظ بالعيوب فقط بالمميزات جمعناها في منهج واحد وهو منهج يسين أكاديمي فأنت تستطيع أن تمارس اللغة عن طريق موقع يسين أكاديمي لوحدك لن تحتاج إلى أشخاص والوقس الذي تريد يعني هناك مقاطع صوتية مجهزة للممارسة تسمع في الأول الحوار من طرف شخصين ثم أعطيك الحوار من طرف شخص واحد وأنت تلعب دور الشخص الثاني حتى تتكلم وتمارس معه يعني تتفاعل مع الشخص ثم أعطيك نفس الحوار يعني أنت تلعب دور الشخص الأول وهو يلعب دور الشخص الثاني يكون هناك تفاعل وهذا لم تجده في أماكن أخرى فهي مثلها مثل دروس على المباشر لأنك تمارس مع مع السيستيم وليس مع أشخاص تمارس مع نظام يسين أكاديمي وبما أنها دروس مسجلة مسبقا ولكن فيها تفاعل يمكن أن تتفاعل معها فتكلفتها تكون بسيطة جدا مقارنة مع حج حصة على المباشر مع أستاذ أجنبي أو أستاذ عربي عصفريني بحزر واحد ثلاث عصفر بحزر واحد هناك إذن تمرين هناك محتوى بالصور وأيضا هناك مجموعة على التليغرام تكون شغالة لمدة 24 ساعة يمكن أن تسأل عن أي معلومة لم تفهمها في الدورة يعني في الدروس المسجلة في تلك المجموعة وأيضا يمكن أن تسأل داخل الدورة لأن كل درس سواء فيديو سواء مقطع صوتي سواء صور سواء تمرين أضع لك خانة التعليق تترك سؤالك هناك وأقوم بالإجابة عليه عندما يأتي شخص آخر لديه نفس سؤال يجد أن شخص مسبقا قد طرح نفس السؤال وتم الإجابة عليه أو يمكن أن تسأل مباشرة باقي زملائك في مجموعة التليغرام التي تكون شغالة دائما وأبدا فمجموعة التليغرام هي مثل أستاذ خاص تحمله في جيبك متى ما أردت أن تسأل شيء تدخل المجموعة وتسأل يعني هنا أخذنا ميجس أيضا ما هي المعهد أو المدرسة لأنك في المعهد تكون في القسم لو أردت أن تسأل شيء ماذا؟ تسأل الأستاذ أستاذ أستاذ فأنت لم تفهم شيء إما تترك تعليق تحت الفيديو أو تحت الدرس المتفهم وتدخل إلى مجموعة التليغرام وتطرح سؤالك ويتم الإجابة عليه فهذا هو نظام ياسين أكاديمي باختصار يجمع كل مميزات الطرق الأخرى ويترك عيوب الطرق الأخرى وبما أننا نتق في نظام ياسين أكاديمي أنه فعال عند تشجيلك في أحد الضورات نقوم بإعطائك ضمان لمدة 15 يوما يمكنك تجربة الضورة لكل هذه المدة إذا لم تحبها إذا لم تعشقها تعيد التواصل مع فريقنا على الواتف ونعيد لك مالك كاملا كل ما دفعته نعيده لك أيضا قبل أن تقوم بالدفع والتشجيل في هذه الصفحة التي تشاهد هذا الفيديو ستجد دروس تجريبية بالمجان ستجد هناك الدرس الأول من كل دورة متاح بالمجان يعني يمكنك أن تدخل الآن وتدرس درس الأول من كل دورة وتشاهد بأم عينيك نحن هنا لسنا كباقي الدورات الأخرى أو كباقي المواقع الأخرى التي تسجعك على الدفع بدون أن تعرف ما هو النظام ما هي طريقة الدراسة ما هو الدرس الأولى أعطيني الدرس الأول حتى نجرب لأن دروس تجريبية غير موجودة فقط يريدون أن تدفع بدون ضمان استراد الأموال بدون أي شيء كما قلت نحن نتقفين نظام ياسين أكاديمي ونعرف أنه فعال ونعلم أن هناك مجموع من الأشخاص قد تعلموا عن طريق ياسين أكاديمي في هذه الصفحة أيضا ستجد آراء بعض الطلبة الذين أرادوا أن يدلوا بشهادتهم لموقع ياسين أكاديمي إذا كانت لديك أسئلة مثلا طرق الدفع كيف أشترك كل هذه الأمور أي استفسر آخر ستجدني أجيب عليه أسفل هذا الفيديو في مكان مخصص للأسئلة ومع ذلك ما زالت لديك أسئلة أخرى يمكن التواصل معنا عن طريق الواتساب حتى نجيب على جميع تساؤلاتك نلتقي في الدورة